عقد مجلس الوزراء اشتماعه الاسبوعي بعد عصر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاشتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح بما يلي بناء على توجهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفي ضوء التداعيات الإنسانية وزيادة تدفق اللاجئين من كل من أفغانستان وأوكرانيا وتنفيذا للتوجهات السامية فقد قرر مجلس الوزراء في مستهل الشماعه اليوم الموافقة على التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين وذلك عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ثم سمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن نتائج الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له للبلاد مؤخرا وفحو المحادثات التي أجراها فخامتهم مع حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهما والتي تناولت الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبول تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات والميادين إلى جانب استعراض آخر الطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما حط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائرية أدمراطي الشعبي الشقيقة والوفد المرافق له للبلاد مؤخرا وفحو المحادثات التي أجراها فخامتهم مع حضرة صاحب السمو الأمير وولي العهد حفظهم الله ورعاهما والتي تناولت الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات والميادين إلى جانب بحث آخر أو بحث آخر تطورات الرهنة التي تشهدها المنطقة والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ثم سمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس لمجلس الوزراء بشأن نتائج مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس الوزراء الداخلية العرب والتي عقدت في قرطاج بالجمهورية التونسية الشقيقة والتي تم خلالها مناقشة وإقرار عددا من المعضيع التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي الأمني المشترك ومنها اعتماد خطط للسنوات الثلاث المقبلة الخاصة بالاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية للحماية المدنية والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنتين مفتوحة العضوية لبحث وضع تصور لعمل المجلس في مجال الأمن السبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وفي مجال حقوق الإنسان ثم حط وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة شيخ أحمد الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح المجلس علما بنتائج مشاركتي في أعمال الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والمنعقد في بروكسل مؤخرا والتي تم خلالها السعرات وأواصل علاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون بالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وبحث سبل تنمية وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وأطول الارتقاء بها ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل السئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لما تمثله من أهمية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين وبحث مجالات العمل المشترك في إطار التعليم والصحة ومكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة والأمن السبراني وتبادل وجهات النظر حيال القضايا السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب وتأكيد على حفظ الأمن والسلم واحترام القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة وتنسيق المواقف لخدمة الصالح العامة كما أحاط المجلس علما بفحو لقائه على همش أعمال الدورة النائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية بمملكة بلجكا صوفي ولمز والذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة والوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبي الصديقين ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ثم سمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الصحة بالنيابة فهد مطلق نصار لشريعان حول آخر مسجدات الوضع الصحي في دولة الكويت والذي يشهد من واقع الاحصاءات خفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة ولله الحمد ومن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة بشأن التقرير المقدم من الفريق المنبثق عن لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة بشأن متابعة مبادرات الجهات الحكومية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية بهذا الشأن كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة بشأن التقرير المقدم من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وبالإجراءات لاتخذها فريق العمل المشكل لإعداد رؤية مشاركة بين الجهات الحكومية المعنية بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل وقرر مجلس الوزراء حالة التقرير إلى اللجنة التعليمية والصحية والشباب لدراسته من جميع جوانبه ووضع رؤية مستقبلية بهدف التغلب على التحديات التي تواجه مخرجات التعليم في سوق العمل الكويتي وموفاة مجلس الوزراء بما تنتهي إليه الدراسة وذلك خلال شهر من تاريخه ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصيتي لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقريرين نصف السنويين عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص من شهر يوليو 2021 ويناير 2022 كما تدرس أو تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2021-2022 للربع الثالث للفترة من الواحد حتى الرابع ومن الـ 31 حتى شهر ديسمبر لعام 2021 وقرر مجلس الوزراء تكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة بحالة التقرير إلى مجلس الأمة وقد ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وقرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على المقترح المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تسمية المدن والضواحي والمناطق السكنية التالية والمبينة في الجدول أدنى مدينة جنوب سعد العبدالله الاسم المقترح مدينة نواف الأحمد مدينة جنوب صباح الأحمد الاسم المقترح مدينة الاستقلال مدينة نواف الأحمد الاسم المقترح البوادي ضاحية خيطان الجنوبية القطعتين واحد واثنين خيطان الجديدة الاسم المقترح التحرير ضاحية شمال غرب صريبي خات الاسم المقترح البوم ضاحية شرق صباح الأحمد الاسم المقترح الخزامة ضاحية عبدالله أو غرب عبدالله المبارك الاسم المقترح المجد مشروع المساكن الميسرة المساكن منخفضة التكاليف الاسم المقترح الليوان ضاحية شرق تيماء الاسم المقترح الدانة ضاحية جنوب عبدالله المبارك الاسم المقترح السور ضاحية جنوب القيروان الاسم المقترح أنوير وقرر المجلس حالة الموضوع إلى بلدية الكويت لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن هذا وقد أبنى مجلس الوزراء عضو مجلس الأمة السابق المرحوم الدكتور أحمد محمد الخطيب الذي وافاه الأجل المحتوم يوم أمس الأحد والمجلس إذ يستذكر بكل تقدير بكل تقدير جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز في الحياة السياسية وعلى مختلف العصعدة لخدمة قضايا وطنة فكان رمزا ونموذجا للنائب المثالي المتحلي بالشجاعة والعلم والخبرة والمساهم في ترسيخ الدموراطية الكويتية ليتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على موضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الرهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان والذي أسفر عن عشرات من القتلى والجرحى مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية والتي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والعراف الإنسانية سائلا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا بواسع رحمته وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل